طيب هل الكرة العالمية بتتجه للشكل الدفاع أو الكرة بشكل عام؟ بتتجه للشكل الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة بدليل أن ريال مدريد لما كسب ليفر بول كسبوا بهذا الشكل الوداد لما كسب الأهلي كسبوا بهذا الشكل الهلال لما اتغلب في مباراته الأخيرة من النهائي كاس أسيا من الفريق الياباني كان نفس الشكل الفريق الياباني قعد بيدافع طول الوقت وطلع على المرتدات فحنا شكلنا كده رايحين لهذا الاتجاه ولا؟ لا لا يعني البرتغال في أمم أوروبا مدارس فيه ما تنساش المدرسة بتاعت مثلا هنمسك لو قلنا مثلا مؤخرا ريال مدريد خاد البطولة بيقفل ويقفل بس ما هذا الشكل بس ما تنساش من عشر سنين لما كان مسكوا جيزوي مورينيو كان بينافس نفس الاستراتيج دي يعني جيزوي مورينيو هو بلاعيه مدرب المفهوم بتاعه والاستراتيجية بتاعته انه يقفل ويطلع على هجمات مرتدة بس عمره بقى انشلوتي كان كده لا انشلوتي مختلف صح بس هو بيلعب كده لسنة دي كلها تبقى دي للتوقيت ده عنده سرعات عنده ناس بتقدر تنطلق زي بنزيمة زي مودريج زي توني كروز الناس دي بتطلع سواريخ ووراهم وفنيسيس وفنيسيس في الشمال يعني عنده سرعات بيقدر يكمل بيها وبالتالي بيعمل استراتيجية بيعمل فكر عشان يطبع الناس تيجي ويفضي وبعد كده يبدأ يطلع على بيب جورديولا مثلا بيلعب بطريقة تانية عندك مثلا يورجون كلوب بيلعب على الكاونتر بريس بيعمل اللي هو اللي هو الضغط المضاد على طول لو ايام برشلونة ايام بيب جورديولا لما كان ماسك برشلونة ففيه ناس بتضغط عليك عالي من فوق وهكذا كل واحد بيحاول يشوف اللعيبة اللي عنده ايه هي فيه ناس بتشغل على الاستحواز ويقول لك خلي معي الكورة والغاية لما يعني تتاح ليه فرصة ان انا جيب جون او ان انا عمل اكشن على مرمى المنافس بتاعي اوكي مكانش خلي معي الكورة تبضل الكورة معي وراجح لحارس المرمى راجح لحارس المرمى بتاعه ويلعب وره يبدأ يجيبك وبعدين يهجمك بعد كده لما انت تطلع وتندفع وهكذا هي الكورة انا شايف ملاهاش اتجاهات معينة او مش تبقى موضة سيميوني مع قتلة كومدريد بيلعب نفس الطريقة دي بقاله سنين وشغال ونجح بيها وبيعمل نتائج كويسة فوجي تنظر ان كل مدرب بيحط الطريقة ولازم يعلم لعبته يجيد اكتر من طريقة فمن هنا بتشتغل بالطريقة لها تناسب اللعيب ولكن انا بتكلم على ان كل الفرق اللي فازت تقريبا بالبطولات بتعتمد على هذه الطريقة يعني بقولك هو الوداد قدام الاهلي لما تجي تتفرج على مباراة الاهلي والوداد قال الاهلي كان ما كانش كويس وكل حاجة فنيا ولكن الوداد قفل كويس الوداد قفل كويس خد منه المبادرة الوداد خدت المبادرة من الاهلي يعني احنا خسرنا المبادرة في البداية في البداية والهدف اللي جي علاهم معنويا خلي بالك انت لما تيجي تمسك كافة الاهلي وكافة الوداد لا الاهلي ارجح بكتير لكن هي ظروف المباراة مع الجمهور مع بداياتنا ودخلتنا دخلة بتاعت المباراة بتاعتنا واللي حصل خلي بالك قبل وطبعا الحديث كلها دي متؤثر وطبعا الحديث ترجمة نانسي قنقر